تداولت مصادر عسكرية أن القوات الأذربيجانية دمرت عشرات المركبات الأرمانية بضربات جوية دقيقة فاستنادا إلى وزارة الدفاع الأذرية اقتحامت تشكيلة المسلحة الأرمانية الأراضي الأذربيجانية يوم الثالث من أغسطس 2022 وبوجود قوات حفظ السلام الروسية وهو انتهاك صارخ لأحكام بيان اتفاقية العشر من نوفمبر 2020 وجاء في البيان الصحفي حاول أفراد الفصائل المسلحة الأرمانية لاستلاء على منطقة غيرغيز المرتفعة الواقعة على سلسلة جبلية تغطي أراضي منطقة تايك كالباجار والاشهنة وانجع مواقع قتالية جديدة هناك بما اضطر القوات الأذرية بالرد بعملية انتقامية مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من المقاتلين الأرمن يقول بعض الخبراء على رغم من التطور الكبير في تكنولوجيا طائرات درون والاستخدام الفاعل لتركيا وأذربيجان وبعض الدول الأخرى لها إلى أن هناك العديد من الأرأي والتوجهات لبعض المحللين العسكريين في الغرب بالخصوصة حيث يقولون أن هذه المنصات تعاني الكثير من نقاط الضعف ففي بحث نشر في الفورين بوليسي كتب اثنين من الخبراء في شؤون العسكرية بحثا على ضوء الحرب الأوكرانية ذكر فيه أن طائرات درون لن تكون فعالة أمام نظم دفاع جوي متطورة إضافة إلى أن هذه المنصات بحاجة إلى تواقم متمكنة جدا وخبيرة في إدارة العمليات يضيف البحث بالقول أنه بعد عقدين من المعلومات التي تدعم استخدام طائرات درون دفعت الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تقييم فائدة الطائرات غير المأهولة فقد استخدمت القوات الأوكرانية طائرات تركية من طراز بيرقدار تي بيتو بشكل كبير في الأيام الأولى من صراع وناقشت الولايات المتحدة تبيع أوكرانيا الطائرات غير المأهولة من طراز أمكيو سي غري إيغل لكن مع تقدم الحرب أصبحت هذه المنصات أقل فعالية فوفقا لطيار في سلاح جو الأوكراني كانت طائرة تي بيتو التركية فعالة جدا ومهمة في الأيام الأولى للحرب حيث أوقفت أرتالا من المركبات المدرعة الروسية ولكن الآن بعد أن عزز الروس الدفاعات الجوية فهي عديمة الفائدة تقريبا وأكد طيار آخر في سلاح جو الأوكراني هذا الشعور قائلا من الخطير جدا استخدامه مثل هذه الطائرات غير المأهولة باهيضة الثمن مثل غري إيغل وفي حالتنا الأوكرانية بسبب أنظمة الدفاع الجوية الروسية المتقدمة فالصاحة الأوكرانية ليست كالصاحة الأفغانية وعلى نفس المنوالة يعتقد المحللون العسكريون أن مخطط الدفاع الأمريكيين لديهم تقييم مماثل حيث قالوا لقد توصل الجيش الأمريكي إلى العديد من نفس الاستنتاجات حول قدرة غري إيغل على الصمود حتى في البيئات ذات التهديدات المحدودة نسبيا فسلاح الجو الأمريكي يتطلع إلى التخلي عن طائرة MQ-9 Reaper الشقيقة الأكبر لطائرة غري إيغل لنفس الأسباب وتتناقض هذه التقييمات مع رواية السائدة بأن الطائرات العسكرية غير المأهولة هي نظام أسلحة يربح الحرب دوما ففي وقت مبكر خلال الغزو الروسي لأوكرانيا على سبيل المثال رحب بعض المراقبين بالطائرات التركية غير المأهولة كسلاح حاسم لدرجة أنه كانت هناك مبادرات شعبية لجمع التبرعات لشراء المزيد من طائرات TB2 لأوكرانيا وقد ظهرت رواية مماثلة خلال حرب نغورنو كارباخ في عام 2020 بين أرمينيا وأذربيجانة وخلال أحد المعارك غرب ليبيا في عام 2019 عندما وصفت بعض التحليلات الطائرات المسلحة غير المأهولة بأن رصاصة سحرية تغير قواعد اللعبة وفي ضوء هذه التفاهمات ذهبت بعض المساطر إلى حد الإدعاء بأن طائرات TB2 غيرت طبيعة الحرب وفي مقالين حديثين أحدهما نشر في مجلة National Security والآخر في مجلة Security Studies طرح فيها وجهة نظر متبينة من خلال التركيز على التفاعل الديناميكي بين الطائرات العسكرية غير المأهولة التي تحاول اختراق المجال الجوي للعدو وأنظمة الدفاع الجوي التي تحاول حمايته ففي حين أن الجدل حول الطائرات غير المأهولة يتجهل إلى حد كبير دور الدفاع الجوية الخبراء يقولون أنه منذ ستينيات عززت التحسينات في الإلكترونيات وتكنولوجيا صناعة المواد ومحركات الدفع الصاروخية بشكل كبير من قدرة الدفاعات الجوية على اكتشاف الأهداف الجوية وتعقبها والاشتباك معها وتدميرها ونتيجة لذلك تمثل الدفاعات الجوية اليوم تهديدا هائلا لأي طائرة واستنادا لتجربة الولايات المتحدة في فيتنام ويوكوسلافيا ومن خلال دراسة الحرب الأهلية الليبية والحرب الأهلية السورية وحرب ناجورنو كاراباخ يظهر تحليل بعض الخبراء التجريبي أن الدفاعات الجوية الحديثة تمثل تهديدا خطيرا بشكل خاص للطائرات العسكرية غير المأهولة التي تحلق على ارتفاعات متوسطة والتي تتميز بالقدرة الطويلة على تحمل الطيران والتي لها علاقة بفزياء التردد الكهرومغناطيسي التي تنتجه محركات الطائرات هذه وكفية عمل أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة ومعالجة الإشارات الحديثة يمكن للطائرات غير المأهولة التي تحلق على ارتفاعات متوسطة أو ما يطلق عليه الميت درونز التي تتميز بالقدرة الطويلة على تحمل الطيران اختراق المجهل الجوي للعدو الذي تدافع عنه بعض أنواع الدفاعات الجوية ولكنها ليست فعالة ضد أنظمة الدفاع الجوية المتكاملة الحديثة التي تتميز بالرادارات الأرضية والمحمولة جوا وأنظمة الاشتباك المتكاملة فهذه الطائرات لا تشكل تحديا كبيرا للرادارات الحديثة فصد الرادار لمعظم الطائرات غير المأهولة التي تحلق على ارتفاعات متوسطة والتي تتميز بالقدرة الطويلة على تحمل الطيران يجعلها قابلة للاكتشاف والتتبع على المدى البعيدة هذه يمكن لرادارات الإنذار المبكر الروسية اكتشاف مركبة جوية مثل طائرة غير مأهولة تحلق على ارتفاعات متوسطة على بعد مئتين وثلاثة كيلومتر ويمكن لرادار التحكم في اطلاق النار اكتشافها وتتبعها من مسافة تصل إلى 111 كيلومتر بالإضافة إلى ذلك فإن التكتيكات التي تهدف إلى تقليل الوقت المتاح لدفاعات العدو الجوية للرد تكون فعالة فقط ضد بعض العقد في نظام الدفاع الجوي المتكامل على سبيل المثال يمكن للقوات الجوية التي تريد اختراق المجال الجوي للعدو ضرب أهداف أرضية بطائرة غير مأهولة مسلحة تستخدم تكتيكات محاتدة مثل الطيران على ارتفاع منخفض لتأجيل الكشف بواسطة رادارات العدوة ولكن هذا التكتيك فعال فقط ضد الأنظمة الأرضية وليست فعالة ضد المحمولة جوان فما زيادة ارتفاع الرادار يزداد كذلك المدى الذي يمكنه من خلال اكتشاف الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وبنفس الوقت تستطيع أنظمة الدفاع الجوي اكتشاف الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض من خلال نشر الرادار فوق الجبال أو الصواري العالية أو من خلال الاعتماد على الأصول الجوية مثل طائرات الاندار المبكر والتحكم المحمولة جوان أو الطائرات المقاتلة والسفن التي تقوم بدورياتها وإلى هنا أعزائنا المشاهدين ننتهي من الحلقة الأولى من دراسة فعالية طائرات درون متوسطة الارتفاع أما يطلق عليها ميل في الحروب المستقبلية